إلى الكتير جدا اللي بيجي لي بعد شهر رمضان مباشرة هو ليه بنحس بعد خروجنا من شهر الصيام بمشاكل في الجهاز الهضمي الحقيقة السؤال ده من خلاله بطرح موضوع النهاردة المهم جدا اللي الناس كتير يمكن ما تعرفش عنه حاجة ألا وهو الإقاع البيولوجي للجسم بمعنى كلنا نسمع عن الساعة البيولوجية أول ما نقول ساعة بيولوجية الناس كلها تفتكر النوم والصحيان لا عايزة أقول أن الساعة البيولوجية أو الإقاع البيولوجي ده إقاع بيتحكم في الجسم على مدار اللي 24 ساعة بمعنى إيه جسم حضرتك هرموناته انزيماته إفرازات الجهاز الهضمي نوم الصحيان نمو شعر الجسم كل حاجة في جسم حضرتك بتمشي طبقا لإيقاع معين على سبيل المثال هرمون الكورتزول بيفرز الصبح من الساعة 8 إلى الساعة 9 صباحا بكمية كبيرة ويفضل يزداد تدريجيا لغاية ما يوصل إلى منتصف النهار وبعدين يبدأ الكيرف بتاع الإفراز يقل تدريجيا إلى أن يقل تماما مع الغروب ودخول الليل ده بيفدنا في إيه؟ المرضى اللي بياخدوا مثلا كورتزول بنقول لهم ياخد الكورتزول دايما الصبح ما بين الساعة 8 إلى الساعة 9 مساءا ولو في جرعة مسائية بتبقى ما بين الساعة 8 إلى الساعة 9 مساءا لأن دي الفترات اللي فيها الإيقاع البيولوجي لإفراز الكورتزول في الجسم لشان ما لغبطش الساعة البيولوجية إفراز هرمونات الزكورة والهرمونات الإنسوية برضو بيمشي طبقا لإيقاع بيولوجي يعني إفراز الهرمون الزكوري بيزداد تدريجيا في الصباح ويرتفع أكتر في المنتصف النهار وبيرتفع أكتر مع الغروب ودخول الليل يبقى الناس اللي بياخدوا هرمونات ذكورية أو هرمونات إنسوية لازم يراعوا هذا الإيقاع البيولوجي إفراز الغدة الدرقية الغدة اللي في منطقة الرقبة المسؤولة عن عمليات التحول الأيدي والتمثيل الغذائي بتفرز الغدة دي إفرازها الصبح تمام؟ غير الإفراز بتاعها في نهاية النهار عشان كده في نهاية النهار بنقول للناس دايما أرجوكم ما تكسروش من الأكل مع الغروب ومع دخول الليل لأن إفراز الغدة الدرقية بيقل وعمليات التمثيل الغذائي والحرق بتقل في الجسم عشان كده اللي بيأكلوا بالليل ويناموا بيصابوا بالتخمة وبيصابوا بالسمنة وزيادة الوزن نفس الكلام بينطبق على إفرازات الجهاز الهضمي يعني إفراز حمض المعدة حمض المعدة بيرتفع في أثناء النهار لكن بيرتفع أكتر أثناء الليل عشان كده أغلب الناس اللي عندهم مشاكل في المعدة التهاب في المعدة قرحة هضمية ارتجاع حمض من المعدة إلى المريء تلاقي لو أكل بالليل ونام بيحس بالحمودة أكتر من النهار يقول لك الله طبعا أنا وكل نفس الأكلة دي الصبح أو بالنهار ما حستش بالأعراض أجي بالليل بقى يا دكتور أحس بالنار فيه نص سدري وأحيانا اللي الألم ده بيبقى ماسك أعلى البطن وساعات يسمع فيه الظهر فأرجوكم اتباع الساعة البيولوجية لإفراز الحمض المعدة واحترامه مهم جدا إفرازات الكبد وإنزيمات الكبد نفس الكلام بتقل جدا أثناء النوم أو بالليل عشان كده ما نكسرش من تناول الطعام قبل النوم لإنه يبقى صعب على الكبد أنه يفرز الإنزيمات التي تساعد على هضم الدهون معانا تلك